أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية استكمال كافة الاستعدادات والترتيبات والإجراءات الأمنية بالإضافة إلى التدابير المرورية اللازمة استعدادا لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة أمنية شاملة متكاملة تستهدف تأمين وتوفير الرقابة الأمنية حول المساجد والأسواق والمجمعات التجارية وتحقيق السيولة المرورية على جميع الطرق والتقاطعات الرئيسية والفرعية توجيهات من القيادة الأمنية تم رفع المستوى الأمني والاحترازي لجميع قطاعات الأمنية الميدانية لتعمل في تأمين شهر رمضان خلال فترة العشر الأواخر من رضان تم رفع هذه الجاهزية لاستقبال هذه الأيام هناك في عندنا مصلين يتوجهون إلى الصلاة إن شاء الله في هذه الأيام في كثافة نشهدها في كل عام خاصة في هذا العام الجزء الأمنية ستكون إن شاء الله متواجدة في جميع قطاعات من الأمن العام وأيضا المرور والشرطة النجدة والمباحث الجنائية وجميع قطاعات الأمنية في وزارة الداخلية طبعا مرام هذه الخطة هي تكثيف التواجد الأمني في محيط المساجد وأيضا في محيط الأسواق والمجمعات التجارية لتأمين هذه المساجد وأيضا لتأمين الأنسيابية المرورية في محيط المساجد أتمنى من أخواننا المصلين المواطنين والمقيمين أيضا الالتزام في تعليمات المروض تعليمات الشرطة في عدم أغلاق هذه الطرق والوقوف الخاطئ بما يسبب عرقلة لأخوانكم في الشرطة وأيضا الأطفاء وأيضا الإسعاف في حال حدوث أي طار الأسمح الله طبعا هناك أيضا في إدارة العامة للعاقات والإعلام الأمني وغاكبت هذه الإجراءات في حملة إعلامية تواكب هذه الإجراءات في وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا الوسائل الإعلامية هذه الخطة طبعا في اللغتين العربية وأيضا الأجنبية لنوصل إلى أكبر عدد من المقيمين والمواطنين لتوصل لهم الإجراءات الأمنية والتعليمات لأخواننا المواطنين والمقيمين